مع بداية انطلاق العام الدراسي تتوجه الأنظار إلى وزارة التربية المسؤولة عن ملايين الطلبة لتوفير مستلزمات الدراسة كافة إلى أن الواقع غير ذلك تمهماً فما زالت العوائل تعاني والواقع التربوي يروح في مكانه بسبب النقص الكبير في تجهيز تلك المستلزمات وزارة التربية هي متخلفة حالها حال كل الوزارات بالنسبة للعمل المالهب يعني طبع استخدام الكتب القديمة هاي راح تأثر على نفسية الطالب بالوقت اللي هو كتاب جديد يقربي وين كتاب عتيق وممزق واحتمال يكون محلول هو سابقاً هذا كله تأثر على نفسية العدوين الطبع الجديد وين اللي سنوياً تقريباً طبعات الكتب وتروح بها خطأ بها كذا وتتغير يعني هذا ما عرف الفشل هل هو إداري من الوزارة من المديريات رغم التعليم التقليدي لكن حتى بالدول النامية مجانية التعليم لهوها المناهج لم تكون متكاملة وكثيرة الأخطاء المطبعية وقسم من المناهج ما يستوعبها الطالب لما تلاهم غير مرحلة العمرية مالته فهم كلهم السبب يعني وزارة التربية يتحملون هذه النتيجة هو عوائل تعاني من هاي الحالة يعني مثلاً إيجار عندهم كهرباء هاي ما يقدرون يوفرون كل شيء للطالب يعني مثل العدة ثلاثة وأربعة شيء يقدر يوفر له وهس الكتب يعني مثل استلمناها نصها مشقة يعني والواجب على الطالب هو لازم يقرأ ويجتهد سوق المتنبي المكان الذي تضطر العوائل العراقية للذهاب إليه لتعويض النقص الحاصل في المناهج والقرطاسية بعد أن أثر عدم إقرار الموازنة على عدم تخصيص أموال كافية للوزارة رغم تخويل مجلس الوزراء بالتعاقد المباشر لها يعني ابنتي استلمت قبل يوم كتب يعني نصها مستهلك يعني تعبانة يعني زين هذا الطالب شي سوي يعني يعني أكون نقص بيها مواد يعني هاش بعد أنتو يعني ما نعرف يعني وزارة التربية يعني شنها نقدمه ما نعرف يعني والله يعني هذا الموجود هس حاليا يعني واحد يضطر يعني يشتروا كتب جديدة أو مستلزمات ما القرطاسية جديدة مثل الدفاتر ما أكوها نهاية مين طوها بس المضطر يعني العالة تشترى القرطاسية للدفاتر لكتب النقص يعني كل عام دراسي نلاحظ أن الناس تلتجع إلى المكاتب بسبب من بسبب النقصات وعدم التخطيط في وزارة التربية فنلاحظ أن هناك ليس هناك خطة لعلاج هذا الأمر وهناك وزارات تسلط على الوزارة ليس لها تخصص في هذا المجال وينعكسها ثارة علما على هذا المجتمع الذي تراه سيجول في هذا السوق بسبب العام دراسي الجديد الدولة ما تصرف للوزارات أو تصرف للوزارات والوزارات تتقسم بينات المبالغ فما يوصل شيء للطالب فالطالب يعتمد ربعا رح يعتمدون على الكتب القديمة ليش؟ لأنهم أصلا ما أخذين المبالغ لهم نازلة بجيوبهم نقص واضح في المسلزمات الدراسية والمناهج لبعض المراحل وهو ما يسبب مشكلة أخرى تعترض الواقع التربوية في العراق والسؤال المطروح كيف سيكون تعامل وزارة التربية مع هذه المشكلة الحساسة والخطيرة لبرنامج الصباح الخير يا عراق سمير الحميدي بغداد